السلام عليكم محبي قناة سبور فيديو ريال مادريد يحقق الأهم ويعزز سدارته لترتيب أندية الليقة الريال فاز على ضيفه خيطافي بهدف دون رد سجله العميد المتألق سيرخيو راموس من ركلة غزاء في الدقيقة التاسعة والسبعين ليعزز بذلك الريال سدارته لترتيب الليقة برصيد 74 نقطة بفارق أربع نقاط كاملة عن غريمه التقريدي وصاحب الصف الثاني برشلونة الذي يملك في رصيده 70 نقطة نادي أتلاتيكو مادريد يحتل الصف الثالث برصيد 59 نقطة أما إشبيليا فيتمركز في المركز الرابع برصيد 57 نقطة فيا ريال يحتل الصف الخامس برصيد 54 نقطة فيما يخص ترتيب الهدافين لونيل ميسي لا زال يتصدر القائمة برصيد 22 هدفا كريم بنزيمة الذي لم يسجل أي هدف في مباراة الليلة يحتل الصف الثاني برصيد 17 هدفا جيرار مورينو مهاجم فيا ريال ينفرد بالمركز الثالث برصيد 15 هدفا أما لويس واريز مهاجم برشلونة فيحتل الصف الرابع برصيد 13 هدفا إذن الريال يقترب أكثر فأكثر من اللقب وبرشلونة أمام خمس مباراة حاسمة ينبغي عليه الفوز بها وانتظار بعض العثارات من ريال مضيد فهل يتحقق ذلك أم أن الريال سيتوجه باللقب هذا سنكتشفه في الأيام المقبلة بحول الله تعالى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته